مهما كان العمل خفيا فالله يراه ومهما كان القول سرا فالله يسمعه ومهما أضمرت النوايا فالله يعلمها قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير لذا وجب على المسلم العناية بمراقبة الله تعالى وهي دوام علم العبد وتيقنه بالطلاع الله تعالى على ظاهره وباطنه وهي ثمرة علمه بأن الله رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله فهي علم القلب بقرب الرب وخلوص السر والعلانية لله عز وجل فكلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره والمراقبة تعبد بأسماء الله تعالى الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير والمراقبة في ثلاثة أشياء مراقبة الله في طاعته بالعمل وفي معصيته بالترك وفي الهم والخواطر قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فكن أبدا مراقبا لله تعالى في سرك وعلنك فتلك مرتبة الإحسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فمن راقب الله خافه واتقاه قال ابن الجوزي رحمه الله قلوب الجهال تستشعر البعد ولذلك تقع منهم المعاصي والمتيقضون علموا قربه فحضرتهم المراقبة ومن استشعر أن الله رقيب عليه مطلع على سره وعلانيته أخلص له في كل أعماله وراقبه في خلواته وصدق القائل إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب قال تعالى إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما ترجمة نانسي قنقر